رمضان كريم الازواء اللي فات قلتلنا عن اقتراحات جميلة جدا لالعاب ينفع تلاعب في رمضان فاحنا لقنا منهم خمس ألعاب عشان نعمل بيه من فيديو ده فالاقتراحات اللي هنا كلها يديل اقتراحاتكم انتو لالعاب رمضان فاخترنا منها الألعاب اللي تنطبق مع شروطنا لالعاب رمضان لانها تكون مناسبة للصيام ما تكونش لعبة تنفسية سبب التوتر والتعصب وتكون لعبة هادية ومش محتاجة تركيزة عالي لان المخمس بيكون شغال بكل قوة ووقت الصيام وكمان تكون لعبة سهلة جدا توقفها عشان تنوح تصلي وترجع تكمل عادي جدا نبدأ باقتراح ديكسونو ولعبة سابنوتيكا الصراحة لو ما كانش ديكسونو اقتراحها علينا كنت هعمل اكاونت فيك واقتراحها وحشره الفيديو لانها من أنسب الالعاب اللي ينفع رتلاعب في رمضان اللعبة كلها تحت المية وبتعتمد على النجاة واستكشاف المحيط فهي اللعبة مناسبة جدا انها تزود الاحساس بالعطش عندك لكن سداني مش هتحسي باليوم خالص وانت تلعبها غير استكشاف والنجاة فيه كمان قصة جميلة جدا جدا اللعبة فيها مخاطر وحاجات موترة لكن معظمها استكشاف لقاع المحيط اللي هو جميل جدا فاللعبة فيها مناظر طبيعية جميلة قوي تخليك مستمتع وانت مجرد برتفرج على تصميم العالم بتاع اللعبة حتى مغيمة تلعب اللعبة نفسها ولو عجبتك اللعبة وصدقني هتعجبك في جزء جديد منها اسمه سابنوتيكا بلوز زيرو موجود كإيرلي أكسس على ستيم لكن لسه مش كلعبة كاملة اللعبة في عالم مجمد ففيه تحديات جديدة زي البرودة وكمان مراضة طبيعية اكتر واجمل زي التلج بس انصح تستاني اللعبة لما تخلص عشان تخرج تجربة كاملة بدون اي حاجة نقصة وبدون اي مشاكل تاني اقتراح جلنا من انس عصام دي لعبة اسمه هيو دي لعبة الصراحة انا ما كنتش اعرف عنها حاجة على رغم انها لعبة حلوة جدا فعايز اسكر انا الشخصيا على الاقتراح الجميل ده وبمرة اقتراح عليكم انتو كمان لان هيو لعبة الغاز بتعتمد على الالوان بتغير الوان الخلفية واي حاجة قدامك بنفس اللون بتختفي في الخلفية وبيظهر اي حاجة بلون مختلف عن لون الخلفية الموضوع ممكن تحسه معاقة شوية لكن صدقني هو بسيط جدا جدا وتغير الالوان ده بيخلي شكل اللعبة جميل جدا الغازها جديدة وفيها افكار فعلا مختلفة وجديدة تصميم اللعبة جميل اوي وهادي وتصميم مراحل عبقري جدا اللعبة مش مهلكة ذهنيا فممكن تلعبها فترات طويلة من غير ما تتعب بالعكس دي لعبة هادي اوي بتراحي الاعصاب بالاخصة مع الموسيقى الجميلة اللي فيها اللي هتعيشك في جو ومش هتبع عايز يطلع منه خالص وممكن تصوم لحد العيشة عادي جدا موحي حسان ويحيا اخترحوا نفس اللعبة وهو هاستيك فايت زي جيم فاكرين الفيديو اللي فات لما قلنا انه قونه وانها طريقة جميلة تقضي بيها وقت مع صحابك استيك فايت نفس الموضوع بالزبط وسيلة جميلة جدا تقضي بيها وقت مضحك مع صحابك وكل واحد فيكو هيلعب بستيك مان هيحاول لقيت للتاني واخر واحد بيعيش هو اللي بيفوز في خرائط كتير مختلفة ومنوعة وكل خريطة فيها تحديات مختلفة حلتحصر حاجات كتيرة جدا غير منطقية وغير مفهومة ومنهاش تفسير لكنها هتتحك جدا لان ببساطة اي حد بيكسب في اللعبة دي هو بيكسب بالكوسة والهبد واللي بيخليها اللعبة مش متوقعها خالص واللي بيكون مسلي جدا بس اهم حاجة لعبها مع صحابك الحلوين اللي بيتحكوا مش طحابك اللي بيتضايقوا اما يخسروا يحيا برضو هو نفس اليحيا اللي فات اقترح لانها لعبة تانية اسمها ستانلي بارابل من اعظم الالعاب اللي اتعمرت في تاريخ صناعة الالعاب لسبب واحد وهي انها عبقرية ومفيش اي لعبة زيها نفس اشوف الفكرة اللي اتعمرت فيها في لعبة ريبل اي كبيرة فهي الصراحة لعبة قصيرة جدا لكن ليها مئات النهايات واللي هي خلق تلعب اللعبة كتير جدا جدا عشان توصل للنهايات المختلفة برضو فالوجود ناريتر بيحقي قصة بتاعة اللعبة لكنه مش بيحقي قصة ثابتة فهو بيحقي قصتك انت بوناع على تحركاتك وتصرفاتك ولعبك كأنك مش انت اللي بتلعب وكانك بتفرج على فيديو هو بيحكي لك اللي بيحصل مع ان اللي بيحصل هو الانت اللي بتلعب وبتعمل حاجات اللي هو بيحكيها دي الموضوع معمول بترية جميلة جدا وزي ما واصفها هيحيا في الكومنت بتاعه هي لعبة قصصية مسخرة بتكسر الحاجز الرابع بعاجة بالطرق الفكهية من خلال راوي بيروي قصتك وانت بتلعب فالصراحة لعبة جميلة جدا تتلعب في رمضان ولو عاش تجربها قبل ما اشتريها موجود لها ديمو مجاني على ستي ممكن تجربه بلاش اي اي عبود اندرسكور واي تي قلنا بقى على لعبة جميلة جدا اسمها ماكس the curse of brotherhood بتحكي عن اخ زيق من اخوز صغير فحاب يخلص منه وديه في بعد تاني كله اخطار وحسب الذنب على طول وحاب يساعده فدخل وراه على طول في البرتل اللي وديته في بعد التاني ده عشان يقدر يرجعه فاللعبة اللعبة بلاتفورمر الغاز معك فيها قلم سحري بيرسم حاجات تطلع من الارض تنطع عليها او تعمل طرق تعدي بها ماكة معينة هتستخدمه عشان تساعد ماكس في مغامرته ان يوصل لأخوه ويحرره من البعدر يدخل فيه بسببه الالغاث بسيطة تحتاج منك شوية تفكير بسيط مش حاجة معقادة قوي واللعبة متفاعلة جدا مع اللعب وشكلها جميل من الناحية المرئية فهي تجربة ممتعة ومسلية جدا وهضيالك ساعات كتير من اليوم غير ما تحس بيها دول كانوا خمس ألعاب اللي احنا اخترناهم من اقتراحاتكم عنينا في الفيديو اللي فات لكن مش ديك كل الألعاب المناسبة الرمضان في ألعاب كتيرة جدا مش في الفيديو ده فلو ما شفتش بقى الفيديو اللي فات ارجع شوفه وكمان يرى التعليقات اللي عليها هتلاقي اقتراحات جميلة جدا من ناس كتير للعاب ينفع تلعبها في رمضان لكن قبل ما تعمل كده قلونا اقتراحاتك انت لألعاب رمضان وشاركنا رايك في اقتراحات الناس لألعاب تلعبها في رمضان فعزين نخلي كومنتات الفيديو ده زي مار جعلين لما نكون مندور على جيمز لألعابها في رمضان فعنا كتيرا نكون خلصنا الفيديو بتاع نريت العجب في الفيديو تعمل لايك رمضان تجيب في القناة او مار را شوفنا اذا تعمل سبسكرايب والحدي الفيديو اللي جاي سلام